ان انت قاعد تحتوي كل هالخلافات قاعد تحتوي كل الاشياء السلبية اللي قاعدة تصير مثلا لو الكستمر او زملائك في العمل يعانون من مشكلة سلبية انت اللي تحتويها انت اللي توجد الحلول هنا التتويج يتم عندك ولكن في اسباب في اسباب قيادية هي اللي تخليهم يختارونك يا برج الحوت واخر شي ننتهي بالغصن الاول الفرصة القادمة او الوقت القادم فرصة ممتازة عشان تثبت وجودك هنا لانك انما الفرصة جدا مؤاتية مفتوحة لان فيه اختلاف اوقات فيه سياسة تقولك فرق تسد ولكن التفرقة هنا موجودة قبل ما انت الدخل الاشخاص اللي حولك في الجانب العملي مقبلين على فترة اختلاف او انفصال او هنا فيه احزاب حتى كل واحد متحزب عندك فرصة ان انت تكون مثل امبراطور الصين ان انت اللي تجمعهم توحدهم كلهم لما توحدهم هنا انت السلطة تكون عندك ولكن السلطة ما تأتيك عشان الجشع السلطة انت بالذات يا برج الحود ما راح تأتيك عشان مثلا بس تحس انك ملك وافضل منهم لا السلطة تأتيك من اجل ان تخدم تخدم الاخرين الاخرين هني محتاجين لمهاراتك القيادية في الفترة القادمة نجوف في الجانب المالي اللي هو بالعادة مرتبط بالجانب العملي عندنا ثلاثة الاكواب وراها كرت العاشقين وايضا كرت الاستيقاظ او الرجل المعلق برج الحود طاقتك انت هي طاقة المياه راح تحصل حرية اكثر انفتاح يعطونك ثقة اكثر بخصوص التصرف في الموارد المالية في الفترة المقبلة بما معناه ايضا موارد مالية اكثر راح تندفع لك انت راح تندفع لك لان هني اردي هي انك منصب مثلا تكون من موظف عادي الى مشرف من مشرف الى مدير من مدير الى مدير عام ترقية ترقية هني ترقية او ارتفاع حتى بين الاشخاص وبين المنافسين فهني انت قاعد تحصل او تحسب ثمار هاي الترقية او الارتفاع عن الاخرين او حسك القيادي هذا اللي قاعد وصير تندفع لك ويثقون فيك حتى الاخرين اكثر انه يعطونك الاموال انت تصرف فيها شنو لازم تسوي تعقل خلك متوازن لان هذا الكرت فيه شخصين كارت العاشقين فيه شخصين كأنما خلك متوازن افضل الامور اوسطها هي النصيحة لك خلال هذا الشهر ولا تنسى الادخار ثم الادخار ثم الادخار فيه هني شي احب بما انه عندنا كارت العاشقين فيه شي تحب تصرف عليه تقول بما انه اتتني فلوس ادياده راح ابتدي اعدل اأثف احسن من شكلي اسوي كذا كذا انتظرت فترة طويلة عشان تأتيني هاي الاموال فلما تأتينا على طول راح ازوي الشي اللي احبه لانه مطلوب منك طاقتين عندك مو فقط انه تصرف على الامور اللي تحبها والمطاعم اللي تحب تروحها ولكن ايضا او حتى الاشخاص اللي تحبهم اعتدل ما بين انه انت تصرف وما بين انه توفر لان هذا كارت الرجل المعلق دائما نقول لك خل قرشك الابيض من اجل يومك الاسود فيه شي لازم تخليه ينضج الرجل المعلق معلق من شجرة صح شنو ايضا الشي اللي يتعلق من شجرة عشان ينضج في الوقت المناسب الفاكهة الفاكهة اذا فكرت فيها هي عبارة عن الشجرة او النبتة نفسها قاعدة تخزن الغذاء تخزن الطعام تخزين ولكن تخزين لا موعد نضج لا موعد قطاف بما معنى كأنه مهني النصيحة لك انه مو فقط اتوفر اموالك ولكن تخليها في نوع من الوديعة نوع من التجميد اللي تحصل عليه ايضا فوائد اوكي تخليها موفرة ولكن لها ايضا فوائد مو بس شي ذي موفرة على الفاضي خلي نشوف جانبك الدراسي برج الحوت ثماني الاكواب مضطر ترحل عن حلم عندك في بالك مضطر تساوم هذه الكلمة احنا ما نحبها لما يكون في حلم معين في بالنا انا حاط في بالي لازم اصير محامي لازم اصير دكتور لازم اصير التخصص اللي في بالي لما نأتي احنا حين في فترة صيف ومقبلين على فترة جامعية لما نأتي الى ارض الواقع نقدم امتحانات القبول نشوف الشواغر نشوف متطلبات سوق العمل نكتشف ان الشي اللي نحبه اوقات نكون محظوظين نقدر ندرس التخصص اللي نحبه اوقات لا كانوا اشوف الفترة القادمة التخصص اللي انت حاط عينك عليه راح تضطر انك تبتعد عنه ليش عندنا كارت العالم ممكن ان يكون هذا التخصص ما فيه الكثير من الوظائف هذا التخصص مو هو التخصص اللي راح تحصل فيه بعثة او منحة او قبول حتى في الجامعة انت تريد هاي التخصص اما الجامعة خصصا اذا كانت حكومية تقولك لا اللي متوفر عندنا تخصصات اخرى مثلا اللي اعلى منك بالدرجات او هما اللي شغلوا او شغروا هذا التخصص فانت ما عنديك خيار عرفت قصدي اخذوا الافضل او اخذوا اللي يبونهم انت هنا تريد ان تقدم يقولك ما يصير وعندي بعد ايضا طاقة فيه اشخاص من برج الحوت يريدون ان يسافرون للدراسة يبون يدرسون برا كأنما هاي الاشخاص اذا خصوصا اذا كانوا صغيرين في السن اشوف انه راح يلاقون معارضة راح يضطرون انه يساومون او يوجدون حل وسط مثلا انه حاليا على الاقل ادرس في بلادك ممكن ان نفكر عن دراستك في الخارج بعد ما تتخرج من البكالوريوس طاقة جديدة طاقة ما عن اهل طاقة ما بينك وبين الاشياء المتوفرة في الجامعة ننهي القراءة بستة سيوف بالضبط الستة هو رقم التوازن هو رقم انصاف الحلول رقم لازم نمسك فيه العصى من الناس ما اشوف انك يا برج الحوت في الفترة القادمة راح تكون من المحظوظين اللي يقدرون فقط يقشرون على التخصص اللي يبونه ويختارونه لا احس ان انت من الاشخاص اللي حبوا شيء وقالوا لفترة طويلة راح ادرس التخصص الفلاني ولكن بعدين يضطرون يرحلون تجاه تخصص اخر جامعة اخرى لان في اسباب هنا اشوف في اسباب انت ما اخذتها بعيني الاعتبار ان الشواغر مهمة سوق العمل متطلباته شنو التخصصات اللحيم مطلوبة ايضا مهمة هنا هيا العالم ما يعيش فقط على طاقة الاكواب طاقة الحب انا شنو احب وشنو راح اسوي اوقات لازم يكون في توازن ما بين شنو المفروض اسوي وشنو احب اسوي هاي الطاقة الموجودة عشانك رسائل لياية ما راح تنطبق على الكل لانها تخص جوانب محددة عندنا هنا موضوع الحجرة موضوع امور الصحة وهنه الامور القانونية فاذا ما عندك اي مشاكل في هاي الجوانب ما اعتقد انها راح تنطبق عليك نشوف جوانب الهجرة الكوب الاول الموافقة الاكيدة ما فيها برج الحد حتى لو ما كنت تفكر في الهجرة كأنما هني الكوب لانا دائما ايس الكوب الاول السيف الاول مقدم من شخص مبادرة من شخص مو شيء ان تتعب علي تحصله لا من الله سبحانه وتعالى يأتيك هني ابواب القبول لك مفتوحة مو هني عندك محاولة ان انت تدرس برا مادرا ليش احس ان في مبادرة من اطراف من جامعات خارج دولتك حتى مستعدين ان يستقبلونك الهجرة مفتوحة امامك في الفترة القادمة لو قدمت راح تنقبل بسرعة جدا بسرعة ولو عندك طلب راح تأتي ان شاء الله الموافقة قريبا ثلاث الاكواب ولكن اذكرت الاجتماع والحفلة لانا ثلاث الاكواب سبعة السيوف فكأنما اللي قاعدة اشوفه ان على الاقل مؤقتا راح تضطر انك تقول وداعا للاشخاص اللي تحبهم اللي تعوت عليهم في بلادك ما راح تقدر تاخذهم كلهم معاك كأنما المطلوب منك الهني اللي مقدمينا لك تذكرة سفر لشخص واحد او قبول طلب هجرة خلا نقول لشخص واحد فقط انت تريد ان تأخذ معاك حبايبك ما راح تقدر لان هني عندنا سبعة السيوف شخص يرحل في منتصف الليل ومخلي اشياء وراءه يرحل معا شي ومخلي شي في ثلاث اشخاص تحبهم لان ايضا تشوف السبعة اللي يكملها الثلاثة ونوصل الى رقم عشرة الرقم المكتمل في التارو بما معنى من هؤلاء اللي تحبهم راح تضطر تخلي ثلاثة يمكن تقدر تاخذ مثلا فقط شريكك او احد من ابنائك والباقي تخليهم تخلي ناس وايد عزيزين على قلبك تحس في قطعة من قلبك وان كان القرار مؤلم ولكن شلان تنظر للموضوع يا برج الحوت ان حتى الفراق مؤقت ترى الا ما ترتب اوضاعك تصير افضل تسوي لك حياة في هذيك الدولة وبعدين تقدر ترجع تخليهم ينضمون لك في هذيك الدولة بس على الاقل انت في البداية لازم تروح بروحك وترتب الاوضاع هذي هي طاقتك في موضوع الحجرة خلي نشوف موضوع الصحة هذي كرتك وجوده هني حضورة قوي احس عندك نوع من وايد تفكر وايد تفكر والتفكير متعبك وايضا طاقة هني الازرق الداكن احسها طاقة اكتئاب نوع من الاكتئاب هو اللي قاعد يأثر على صحتك هذي الطاقة عكس هذا الطاقة هذي الطاقة الساكنة اللي اعرف وايد واتمنى وايد وافكر وايد ولكن ما قاعد اتصرف ما قاعد اتصرف هذي كرت العربة هي الحركة فل اون السرعة القصوى حركة وانطلاق اي شي نبي نروح نسوي فهني كأنما في الفترة القادمة يمكن احتمال ان يصيدك نوع من ال في شي في شي نفسي يأثر عليك يأثر على حركتك او او حسب تعليمات الطبيب بسبب ظروف معينة تضطر انك تضل في الفراش ساكنا هذا شي يأثر على نفسيتك ولكن ما تقدر ما تقدر انك تتحرك ومو المفروض انك تتحرك وهذا ايضا كرتك هذا العالمة وهذا القمر هذي كروت برج الحوت وجوده عندك كأنه ما قاعدة اتشوف شي خص الصداع ممكن عندك صداع نصفي ممكن اوقات يأتيك صداع مفاجئ يرجع الى قاعدة اتشوفه هني يرجع الى شي بخصوص شبكة العين اعصاب العين في ضغط عليها يمكنك وايد تقعد امام الشاشة ممكن احد الاسباب فهذه تقعدك في الامور الصحية اما اذا تحس ان صحتك على العال فما في اي شي يستدعي القلق خلنا نشوف امورك القانونية عندنا فارس الاخصان الفارس اللعوب خمس السيوف وكرت العدالة كرت برج الميزان العدالة راح تتحقق كأنه هني وجود كرت العدالة يقول لي الشخص اللي غلط الشخص اللي حاول يتهرب من مسؤولياته انه يدفع اموال مع مكانة الاسباب فيها تهرب فارس اللعوب لا يعتمد عليه تحاول انه يتهرب من مسؤولية قانونية سواء انت يا برج الحود سواء الخصم العدالة ثق فيها راح تاخذ مجراها راح ترجع الحق اللي ضاعه لانه خمس السيوف هي طاقة اللي راح اربح مهما كان الثمن ولكن لا احسنا في الفترة القادمة كل واحد راح ياخذ حقه اللي مثلا يقول لك القانون لا يحمل مغفرين اللي غلط هو راح يتحمل غلطه واذا كنت انت بعد نوعا ما مغفل انت بعد راح ترجع تتحمل جزء من الغلط ولكن اذا كان الغلط كل على الخصم اولا راح يتحمل راح يطلع للحكم الحكم راح يطلع قريبا ان شاء الله الحين بنشوف القراءة العاطفية اللي سويتها بفال الشعر القراءة العاطفية المفصلة راح تكون بعدين هالقراءة خذها ومهما كان وضعك مع الشريك انت اعزب مرتبط او منفصل خذها وطبقها على حالتك بالطريقة اللي تحسنها تنصبك انا بحاول اقراها بشكل عام اوكي هني عندنا الفال الغزل 250 هو غزلك يا برج الحود ممكن انت حتى تفهم رسائل تنطبق على حالتك من الكلام اكثر مني رسائل مبطنة اسميها يقولك اذا طال عمري فسأعود مرة ثانية الى الحان ولا اشغل نفسي ذلك بعمل اخر غير خدمة العربية السكران قاعدة اشوف هني شخص ممكن انت ممكن الشريك شخص ما اعطى الطرف الثاني فرصة ما انتبه له لما كان موجود ما حاول يتفاعل معه ما حاول حتى يتمسك فيه ولكن هذا الشخص اللي ما تمسك او اللي انسحب بسرعة ممكن تكون انت الشخص اللي ما تمسك وهو الشخص اللي ابتدى حين ابتدت الافكار تلعب براسه وابتدى الندم يظهر علي علامات الندم هني اشوفها تظهر لانا تقول لو اتتني الفرصة كانما واحد قاعد يقول لو اتتني الفرصة قبل شم سنة كنت احب شخص جما تركته قبل شم سنة كان متقدم لي شخص جماه صديت عنه او رفضته هاي الطاقة عندك لانا كانما قاعد احس ان فيه نوع من الوحدة نوع من فيه اشياء كانت ملاهيتك قبل كان وايد عندك مثلا ملتهي بعملك ملتهي بالاصحاب ملتهي حتى بصغر السن ماخذنك الغرور تقول دنيا مليئة بالفرص مو الحين بكر عادي الحين فضى عليك شوي المكان فظلت الافكار تلعب براسك او براس الشارك وسيكون سعيدا ذلك اليوم الذي اذهب فيه بعيوم باكية فانثر ماءها مرة اخرى على باب الحان مرة ثانية طاقة الندم تقول هالمرة هالمرة ما راح امثل او حتى اكابر بالعكس كانما قاعد توعد الله سبحانه وتعالى انه صدتني الفرصة مرة ثانية لهذا الشخص رجع ما راح اقوم بنفس الاسلوب الي بععد عني ما راح اغلط نفس الاغلاط ما راح ابعد عن طريق محاولتي بالتحكم ما راح ابعد عن طريق التصرفات الي انا سويتها خلتها تبتعد بالعكس راح اغير من نفسي راح اغير كل شي راح افرش الارض الدموع انثر ماءها انزين واذا لم تصل لي معرفة بهؤلاء القوم فيا رب هاي سببا حتى احمل جواهري الى مشترين اخر ليش قلت لك هني ان انت بسبب الوحدة لان كأنما انت قاعد تفكر في هذا الشخص الي عندك حنين له من الماضي ولكن حنينك مو بسببه هو بالذات مو حبه في قلبك ظهر من العدم من جديد ولكن لا الوحدة الشعور بالوحدة هي الي استفزت فيك الحنين لهذا الشخص حتى انت بينك وبين نفسك تقول حتى لو اهوة انا مقصدي بالضبط اني افكر بهذا الشخص ولكن وحدتي خلتني افكر فيه ولو اهوة ما بغاني او ما رح يأتي ما عندي مانع لو اتى الشخص ثاني ما عندي مانع اريد الحب اريد الارتباط اريد ان ارجع الى وضع القديم ان انا مرغوب ان عندي شخص في حياتي واذا انصرف الحبيب عني ولم يرعى ولم يرعى حقوق صحبتي القديمة فحاش الله ان اسمى الى حبيب اخر واذا انصرف الحبيب عني ولم يرعى حقوق صحبتي القديمة فحاش الله سوري ان اسمى الى حبيب اخر بما معنى هذا الشخص الثاني حين انت انت شوف انت اللي شوي فيك عيارة او العكس ولكن الشخص احني اللي فضى عليه المكان وهو يقول حد لو مو هذا الحبيب خلا يأتي حبيب ثاني ما عندي مشكلة انا من فتح الحين للخيارات الشخص الثاني يقول لا اهو لحد الان هذا الشخص لو تزوج لو رح في سبيله لو بتعد عنك انقضعت اخباره لحد الان يتذكر نفسه انه هو كان حبيبك يوم من الايام كأنه ما في بصمة في بصمة انت خلقتها ولو انك ما تدري عنه بس حين وصلتك طاقته واذا اتاني الحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الازرق فلك الازرق دائما لون الازرق يرمزون لب لون الاكتئاب او الجن طاقة الخوارق للطبيعة الجن الاشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها فاذا واطاني الحظ قاعد تطلب من الحظ من الاشياء انت تقول انا ما دري شن اللي ممكن اسوي الحظ السحر الدعاء في احد ممكن يساعدني اي احد ممكن يساعدني عادي عادي اي احد ممكن اقول لقصاتي وشور علي بنصيحة خلي يساعدني حتى لو شخص مفاهم لان حتى هني قاعد تستدعي دائرة الفلك الازرق فساحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر رح اعيد لك البيت واذا اتاني الحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الازرق فساحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر تقول اذا يتني فرصة ثانية سواء هالفرصة الثانية بتكون باسباب تدخل الهي مباشر او باسباب حظي باسباب نحسي باسباب احد يساعدني تطلب مساعدة ما يهمك ما يهمك ان انت تمشي وتقولي القصة لحد ما احد تكثر خاطرة حتى ويساعدك او الشخص الثاني ما عاد ما عاد يفرج معاك لان تقول ساحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر تطلب ان مهما كانت الظروف يكون في اجتماع حتى ولو صدفة لانك انما هذا الشخص احس ان الروابط الاشخاص اللي كانوا يجمعونكم مع بعض يمكن ابتعده وانتقله وصار فيه انقطاع للاخبار فتتمنى ان الصدفة ترد تجمعكم الصدفة والحظ هاي الامور اللي خارج عن الطبيعة وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش اذا سمحت بهما مرة ثانية اذا سمحت بهما مرة ثانية غمزات الى اسرار المغلقة لا مو هذا البيت هذا البيت لا وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش اذا سمحت بهما مرة ثانية اه تعال في هني لما يقدموا لك الضيافة وانت مثلا عطشانة وانت جوعانة وانت ترغب ولكن بسبب عزة النفس تأخذك مثل ما قلت لك هني الكبرياء تقول لا ما ابي لا انا شبعان لا ما لا داع تكلفون على نفسكم هني كأنهم اللي صار شوي مضحك لان اللي صار ان فعلا العرض الشخص هذا نفسه الاشخاص فعلا انسحبوا انت كنت تقول لا عبالك ان راح يضلون يلحقون وراك يتمننونك لا قالوا اوكي وانسحبوا وذهبوا في حاسبينهم انت تقول لا 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 اطلب مني مرة اخرى انا مو قصدي ان اصدك اقصد ان كان مفروض تتمسك فيني اكثر ضيفني اصر علي اصر ان انت تضيفني اصر ان انت تكون موجود في حياتي انا زينا نتخيل احين خصوصا في ضيافتنا العربية لما يأتونا ضيوف الى بيتنا وقدم لهم الشاي على طول يقولون ما لا داعي او ما نريد وعلى طول نسحب الشاي منهم هني راح يصير فيه استغراب لان ثقافتنا هني كأنما مبنية احنا على الاصرار على الضيافة الاصرار هو المغزلة انه من الادب انه ما ناخذ الشاي من اول مرة انزين هذين البيت متشابكين فانظر الى اسرارنا المغلقة وقد قالوا فيها الحكايات الطوال واخذوا يرددونها في كل زمان على نغمات الدف والنايب وعلى رؤوس الاسواق لحد الان لما تجتمع مع الناس كانوا يعرفون بقصتك وقصتها تشوف في ترديد للقصة كأن الاحين اهم عالقين في خمس سبع عشر سنوات قبل وقلون تذكر فلان تذكر علان ما تدري عن اخباره شنو صار بينك وبينه مع انه كانت اسرار مغلقة مع انه كان الموضوع تتوقع انت بينك وبين نفسك مو كل احد يدري عنه بس انتشر انتشر صار مثل القصة التحذيرية للاخرين يقولوا شوفوا فلان شلون رفض او ما تقبل عرض الشريك الحين بقى وحيدا الحين بقى وحيدا نقول اذا واتعني الحظ ساحصل عليه مرة اخرى انزين ممكن تكون انت قلتلك يا برج الحوت ممكن يكون الشخص الثاني اعكس الرسالة بما يناسب وضعك وما زلت ابكي في كل اللحظات لان الفلك في كل ساعة يصيب قلبي الجريح باذا جديد اخر هني احس انه هو هذاك الشخص هذاك الشخص مهما ابتعد في حياته مهما خلاص وصل ونشغل وتزوج او اشوف هني وايد انه ابتعد ابتعد عن محيطك ما صار حتى يقابلك صدفة لحد الان تصير امور اتذكره فيك تعرف يعني مثلا تور الجرح يبتدي يلتئم على طول الرد الروح نضربه او نستفزه فيرد ينفتح دائما فيه تذكر سبحان الله هذا شخص انه لحد الان منسك الطريق بينكم منسك بشكل نهائي فدائما مهما ابتعد او منشغل يصير فيه ارجاع عن طريق موقف عن طريق شيء عن طريق مثلا فقط يطوف على الشارع اللي عارف انه انت ساكن فيه فالذي يتذكرك ولكني اعود فاقول ان حافظا لم يقع وحده في هذه الواقعة فكثيرون غيره قد ضلوا وضاعوا في هذه البادية الشاسعة اول شيء اهوا يحس ان انت اللي نسيته من ناحية اهوا يحس ان انت اللي نسيته ان انت اللي لهيت عنده وانه مستحيل اليوم تتذكره هذا من جانب اهوا من جانبك انت هني شاعر يقولك ترى قصتك مو مميزة او استثنائية لدرجة انه معدومة في كل حي في كل بلدة في كل قرية حتى الا ما تلاقي قصة حب شبيهة بهاي القصة شخص يطلب منه الارتباط شخص يعرض علينا لكل شي احنا نتمنى ولكن سبحان الله في اسباب سعاد اسباب حتى خارقة للطبيعة ليش اقولك خارقة للطبيعة دائما اريد ارجع الى الفلك الازرق الامور العقد الطريق شوف هذا الطريق بينك وبينه صح كنتوا جذي اضطريته تفترقون مش شرط بسبب ارادتك انت او ارادته اهوا صار في افتراق ظاهر الامر ان انت اللي صديت عنا ولكن طرقكم اردي كانت قاعدة تبتعد ذلك الوقت والحين صار فيه على وشك الاجتماع شوية كفاية ان انت تفكر فيه اهوا يفكر فيك في الفترة القادمة شكرا شكرا